استقبل وزير البترول والثروة المعدنية طارق المولة السفير الروماني بالقاهرة وتناولت المباحثات أوجه التعاون في مجال البترول والغاز في ظل تطلع الوفد الروماني للمزيد من التعاون لاستثمار الفرص المتاحة بقطاع البترول في مصر أكد وزير البترول أن مصر تملك الآن سوقا مفتوحا وتعد بوابة نموذجية لأسواق أفريقيا والشرق الأوسط وترحب بالمزيد من التعاون وبناء الشراكات ووجه التهنئة للجانب الروماني على فوز تحالف روماني بإنشاء 13 محطة لتخفيض ضغط الغاز ضمن المشروع القومي حياة كريمة